وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الستوديو سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أهلا بك في نشرة الأخبار سعادة النائب سعادتك أشاد مجلس النواب بإعلان الحكومة عن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادي باعتقاد كيف ستساهم هذه المشاريع في خطة التعافي طبعا في البداية أشكركم على استضافتكم لي في الستوديو بعدين نحن في البداية قبل نتحكي عن الخطة لازم نشكر جرات الملك في البداية على أنه هو أرسى وجه حق هذه الخطة ونشكر سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفريق البحرين على سرعة تجاوبهم في هذه الأولويات التي تم الإعلان عنها من خلال الأسبوعين الماضي واليوم تم الإعلان عن الخطة بشكل كبير طبعا هذه المشاريع الكبرى الاستراتيجية بقيمة 32 مليار دولار سيكون لها الأثر الكبير في سرعة التعافي الاقتصادي اليوم في الإعلان تم الإعلان عن خطة في تسع قطاعات مختلفة تكون ويا تسع قطاع الأسكان قطاع الصحة قطاع التعليم قطاعات كثيرة تبين أن هذه القطاعات تشمل جميع الشرايح التي ستستفيد منها سواء كانت شركات بحرينية ستستفيد سواء كانت وظائف جديدة ستوفر سواء كانت مواطنين سيستفيدون من هذه الخدمات سواء كانت خدمات أسكانية أو خدمات صحية أو خدمات تعليمية أو حتى أماكن جديدة للسياحة فالإعلان عن هذه الخطة راح يكون لها أثر كبير وراح يزيد من وطيرة التعافي الاقتصادي وراح يخلق الفرص حق الشركات وحق المواطنين أنهم يرجعون بشكل أسرع على ما كانوا عليه قبل جائحة الكورونا مثل ما أنت تعرفين أن البحرين والعالم عانى من هذه الجائحة كانت في البداية عندنا كانت معانا صحية وتغلبنا عليها بفضل فريق البحرين برئاسة سمولي العهد وتوجهات جرات الملك واليوم بعد الإعلان عن هذه الثقة احنا أيضا واثقين بنجاحنا الأولي راح نواصل نجاحنا في هذه الخطة الاقتصادية اللي اليوم من يوم ما تم الإعلان عنها إلى اليوم تم الإعلان عن تفاصيل أكثر وشفنا فيها وشفنا الطموح اللي موجود فيها وامكانية أن احنا نواصل ونسوي احنا مطمئنين وكل اليوم قعد يتكلم بشكل إيجابي ونعرف أن هذه الخطة يعني كثير من الدول تتمنى أن يكون عندها قيادة ويكون عندها أشخاص يقدرون يعني يسوون مثل ما احنا حصلنا من هذه المبادرة اللي احنا كلنا راح نتحد مع الحكومة احنا كمجلس نواب راح نساعدهم في التشريعات والقوانين اللي هم لازم يمررونها نحن نسرع وثرت هذه الخطة كذلك رجال الأعمال اللي لهم دور كبير في الإسهام في إكمال هذه الخطة اللي وضعتها الحكومة فكلنا مع بعض إن شاء الله راح نحققها وإن شاء الله راح نحقق الأثر الإيجابي جدا اللي كل يطمحنا بإذن الله خصوصا أن الجائحة أثبتت ليس للمنطقة فقط وإنما للعالم قدرة البحرين على مواجهة مثل هذه الصعوبات يعني كيفية تعاملنا مع الجائحة وهكذا فخطة التعافي تأتي لتدعم هذه الخطوات السابقة التي كانت بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد طبعا نعم مثل ما تفضلتي أول شيء كنا نواجه طبعا القيادة أهم شيء عندها المواطن دائما مشاريعها أو أي مبادرات تكون موجودة الهدف الأساسي أن يكون المستفيد الأول المواطن سواء كانت في بداية جاحة الكورونا من توفير اللقاحات من توفير الرعاية الصحية اللازمة من توفير كل الأمور من حتى الأغلاقات التي كانت بشكل تدريجي عشان ما تأثر عليك فكل هذه كانت مدروسة وحتى مرتفعة الحالات عندنا وكانت مرتفعة في العالم كلها البحرين أيضا انتهجت سياسة التي نزلت الحالات ونحن اليوم نرى أن الحالات تنزل وقعدت صر الأقل في المنطقة وهذه كلها طبعا بوعي المواطنين وثقتهم في قيادتهم والتطعيمات اللي الجميع أخذها وصلنا حق هذه النتيجة فأحنا اليوم بنفس السلوب اللي تعاملنا فيه يمكننا نواجهها من ناحية صحية اليوم نقدر نحن أيضا ننجح من ناحية الاقتصادية ونثق أن نحن راح نكون ونحقق الأهداف اللي اليوم تم الإعلان عنها وراح نواصلها واللي فيه المزيد راح يتم الإعلان عنها بلا شك يعني عودة إلى أبناء الوطن بما أننا تكلمنا عن المواطن كيف سيسهم الإعلان اليوم عن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها وخلق فرص نوعية واعدة لأبناء هذا الوطن يعني في البداية اليوم اللي كان يتابع وشوف الإعلان عن هذه الخطة وإعلان عن هذه المشاريع العملاقة هذه في حد ذاته راح يستقطب رؤوس أموال سواء محلية أو خارجية للعمل في هذه المشاريع في يوم اللي نبدأ في هذه المشاريع راح تخلق فرص نوعية للبحرينيين للعمل راح تخلق فرص حك تدريب البحرينيين على مهن جديدة تكون موجودة قطاع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر اللي موجودة في مملكة البحرين راح تستفيد من عمل كبرى الشركات اللي راح تنزل سواء كانت محلية أو أجنبية لأن هذه راح يعطيهم أشغال إضافية ورح يشتغلون فيها معاهم فلو بتحسبينها هذه من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الفائدة لو بيتين حق المواطن بتركزين معها أكثر المشاريع اللي تكلم عنها فيها مشاريع أسكانية والرقعة اللي راح تزيد راح يتوفر 60% مناطق أسكانية جديدة هاي في حد داتي حل كثير من المشاكل اللي كانت موجودة أيضا فيها مشاريع صحية ورح يفتح مستشفيات ومدن صحية جديدة أيضا هذا المستفيد الأول أيضا المواطن راح تكون فيه كلية تعليم جديدة هاي أيضا راح يفتح مجالات لتعليم مهن جديدة ومهن مستقبلية احنا نحتاجها وهي اللي بتكون ما بعد جاحت الكورونا والبحرين حطت بالها على هذا الشيء وسويتها فكل اللي احنا قاعدين نتكلم فيه وكل اللي صار قبل واللي بيصير كل اللي مصلحة المواطن البحريني وهو لازم يستفيد منه الحكومة مع مجلس النواب يدا بيد كلهم حطين يدهم أن يجهزون البنية والفرص للمواطن البحريني وعلى المواطن البحريني بعد أنه يعمل عشان سيحصل هذا الفرص وتكون له إنجازات فيها وشراكات مع الموجودين فيها إن شاء الله فعلا جهود واضحة بقيادة صاحب السمو وإيضا جلالة الملك المفدى سعادة النائب أحمد السلم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس شكرا على وجودك معنا شكرا لات شكرا للمشاهدة